تتطلب لمواجهتها عملاً جاداً يتم فيه تفعيل الدملوماسية متعددة الأطراف وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة في الوقت الذي لا يزال العالم يعاني فيه من التباعات الهائلة لجائحة الكوفيد-19 وما سببته من تداعيات جسيمة جاءت الأزمات الجيوسياسية المتلاحقة لترفع من حدة التوتر الدولي إلى مستوى غير مسبوك من هذا المنطلق وفي هذا الظرف الدقيق تطرح مصر رؤيتها للواقع الدولي وسبل مواجهة التحديات التي يشهدها عالمنا اليوم فبدايةً ما زالت المنظومة الأممية تواجه تحديات العمل خارج إطارها ورغم ما تمتلكه إذا توفرت الإرادة من قدرة على سياغة موقف دولي فاعل يدعم الحفاظ على أمن والاستقرار الدوليين ويعزز تنمية وإزدهار شعوب العالم وأنه من الأمور التي تدعو إلى الأسف تبدد الأمل التي كان معقود على بلوغنا في القرن الحادي والعشرين عالماً يسود السعي لتحقيق الاستقرار ونبز التوتر وإرساء النظم الدولية قائمة على احترام قواعد القانون الدولي لنتفاجأ بتوجه متنامن نحو الاستقطاب وتزكية المواجهة والصدام بدلاً من التكامل لتحقيق المصلحة المشتركة أو حتى التنافس على أسس قواعد عدالة بما يسهم في الاتقاء البشرية بأسرها إن الافتئات على عمل المنظمة الأممية لا يقف عند حدود العمل خارج إطارها بل يمتد أيضاً إلى اعتماد معايير مزدوجة في التعامل مع الأزمات المتشابهة فما يتم تقبله من أزمة ما يعتبر مرفوضاً في أزمات أخرى وهكذا أصبحت القصور ليس في المنظومة الأممية ذاتها ولكن في إرادة أطراف تلك المنظومة وإن كنا نجتمع في شهر سبتمبر من كل عام في هذا المحفل الدولي الجامع فإنني أدعو المجتمعين في الدورة الحالية إلى احترام المنظومة الأممية وتفعيل عملية تجديدها وإصلاحها وهي عملية لا يتعين أن تبخى دون إنجاز أو تكون بلا نهاية بل يجب أن تتم بجدية وموضوعية وإنصاف حتى تصبح الأمم المتحدة أكثر قدرة على التجاوب مع التحديات التي نواجهها وأكثر مرونة في تلبية مطالب واحتياجات شعوبنا وفي هذا الصدد تؤكد مصر تمسكها بالموقف الأفريقي من إصلاح مجلس الأمن تبقى لتوافق أزلويني وإعلان سيرت سيد الرئيس إن اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية قد فاقم من حدة الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم منذ انتشار جائحة الكوفيد-19 ومع استمرار الأثار السلبية التي خلفتها الجائحة والتطورات الجيوسياسية المتلاحقة باتت الدول النامية تواجه تزايداً متنامياً في أعباء الملقا على عاطقها لا سيما فيما يتعلق بأزمة الديون السيادية وتفاقم العجز في المنازنات العامة ومن ثم أصبح من الضروري أن تتجاوب الدول المتقدمة مع مطلب إطلاق مبادرة عالمية بين الدول الدائنة والمدينة تهدف إلى مبادلة الديون وتحويل الجزء الأكبر منها إلى مشروعات استثمارية مشتركة تخلق المزيد من فرص العمل وتسهم في تحقيق نمو إيجابي للاقتصاد سيدات والسادة ينبئ الواقع الراهن بوضوح عن أن المفهوم السائد للأمن الدولي بات أقرب إلى نظام توازن القوة منه إلى نظام الأمن الجماعي وأصبح تلبيئة الدولية صراعية وليست تعاونية الأمر الذي يحتم علينا العمل على تعزيز روح التوافق الدولي لضمان أمن جميع الدول دون تهديد أو تقويد لسلامتها وأمنها إن التحديات الدولية الراهنة أصبح منها ما يهدد وجود الدولة الوطنية ذاتها من جراء التدخل في شؤونها الداخلية وعدم مراعاة خصوصية مجتمعاتها مما يؤدي إلى إضعاف كيان الدولة بل وأحيانا إلى تمزيقها بما يفسح المجال لتنظيمات ما دون الدولة من جماعات إرهابية وميليشيات مسلحة لتتحكم في مصائر ومقدرات الشعوب وهو أمر يتعين أن ينتهي لصالح تمكين مؤسسات الدولة الوطنية من القيام بدورها على الأصعدة كافة بما يفدي كذلك إلى صون وتعزيز الأمن والسلم على المستوى الدولي السيدة الرئيسة السيدات والسادة تتعدد الأزمات في الواقع الدولي وتتشابك لتحدث تأثيرات مضاعفة من أبرزها أزمة الأمن الغذائي التي تعد ناتجاً لسنوات طويلة من إخفاق المجتمع الدولي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لا سيما ما يتعلق بالقضاء على الجوع وتحقيق أمن الغذاء وكذلك نتيجة لتفاقم الأزمات الاقتصادية والجيو السياسية الأخيرة